السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلب التلتسانوي وعدناكم ان احنا ان شاء الله هنبدأ بكورس التأسيس اول حاجة معانا هنبدأ فيها حاجة اسمها الكميكال نيمزاند فورمولا عندي الوتر كان الرمز بتاعي ادي 2 اتش هتطلق شوية رسومات كده من الحاجات الشبيهة بالارجانيك بتاعتنا دي الاشكال دي اللي بتمثل الارجانيك اللي احنا ان شاء الله هنبدأ بيها اتشابتر في منهجنا تمام طيب احنا عندنا هنا دول اتنين اتش ادي اتنين ههم كورتين حلوين شبه بعض والمختلف الاكسوجين بتاعتي كاتم طيب احنا عندنا كنت قيلين ان هنا وان سنجل بوند وان سنجل بوند تمام ما بين ديو دي والاكسوجين بتاعتي في النص وعملين انجل ما بينهم كل التفاصيل دي خدناها المفروض في تانية ده الشكل مين ده الشكل الوتر اللي هو الرمز بتاعه اتش تو او طيب عندنا مين هنا ده الامونيا نفس القصة اللون المختلف ده بيمثلي central atom central atom هي بالنسبة لي المحور الاساسي اللي بتشتغل معاها بقية الاتومز اللي بتعمل البوند فانا كل الناس دي بتعملي single covalent bond هنقول كل انواع البوند بالتفاصيل واحنا بنكمل في الكورس بتاعنا طيب هنا عندي central atom النيتروجين تلاتة شبه بعض برضو نفس هنا ده هيبقى مين الهايدروجين يبقى ده بالنسبة لي مين الامونيا NH3 طب تمام يبقى احنا كده من الشكل اللي قدامي نبدأ نعرف المركب اللي قدامي او الكمباوند اللي قدامي ايه ده اللي انا بقول عليه هنشتغل به في الارجانيك اللي معانا عشان كده انا بديك فكرة وخلي دماغك وعينيك شايفة الرسومات بتاعتي تبقى ازاي طب عندنا مين ده السنترال اتوم بتاعتي الكاربون معروف الكاربون كاربون يعني ده الاساس بتاعي فين في الارجانيك بيرتبط بمين ادي واحدة سنجل اتنين تلاتة اربعة كده يبقى فور كوفيلان فور سنجل كوفيلان بول يبقى انا عندي ده مين ده الميسين سي اتش فور تمام طيب في حاجة اسمها السيستماتيك نيمز او الكومن نيم كومن نيم دي يعني ايه تعالوا نشوف كلمة سيستماتيك دي موجودة في حياتنا في ايه كاكمباوند بقى لنا بقول لأكتر من 14 مليون طب هل دول كده اورجانيك مش هنجاوب على السؤال ده دلوقتي خلي السؤال ده نجاوب عليه لما نبدأ الاورجانيك فعليا بس العناصر دي كلها ما تشملش الاورجانيك العناصر دي كلها او مصطف ذن معظم بتشمل الاورجانيك او بنقول عليهم اناليتيكال ليه اناليتيكال لان انا بقدر افصص بقدر اكسر يمكن الوحيد اللي انا ما بقدرش افصص ولا كسره هو مين؟ الميا الميا الووتر بتاعتي دي لها معاملة خاصة تماما لان نوع البوند بتاعتها مختلفة اللي هي فيها تو سنجل كوفيلانت بوند طيب تماما يبقى انا عندي الووتر دي السيستماتيك نيمز بتاعتنا وارد يجيلي في الامتحان ما يدنيش الكيميكال نيمز يعني زي مثلا سوديوم كولورايد يقول لي التابل سولت وموجود ومش عارف ايه وتفاصيل كتيرة في السؤال هو المطلوب مني ان انا لما ببص على السؤال عناية بتقرأ الكلمة اللي هي الكمل نيم او السيستماتيك نيم ده وانا بقرأ السؤال بلاقي نفسي خلاص طلعت الرمز وبزبط الدنيا ومفيش مشكلة عندي يبقى انا اول ما بشوف الكمل نيم خلاص دماغي في ورقة الامتحان وانا بشتغل بالقلم الرصاص بكتب الرمز بتاع ايه خلاص اما فون انا هزبط دماغي الوتوماتيك انها تشتغل بالطريقة دي لازم يبقى فيه سرعة بديهة ودي اللي احنا عايزين نتكلم فيها خلال الكورس بتاعنا ان انا بحط لك علامة الهاشتاج يعني رقم تمام خلاص انا كده وفرت وقت كل حاجة انت بتعملها بتمرن نفسك على ان انت توفر وقت في الامتحان دي الحاجة اللي انا عملت عشانها كورس التأسيس ده ان انا اخليك تفتكر المعلومات فتجيب اللي موجود من عندك في الزاكرة فطالما جبت اللي في الزاكرة يبقى انت خلاص الدماغ صحية انها تجاوب وبأسرع وقت ممكن يبقى انت كده وفرت وقت في الامتحان ولا لا ده الهدف بالنسبالي الهدف ان انت الثلاث ساعات بتوعك تبقى انت مش بتحل وانت متوتر بتحل وانت مركز قوي عارف كل معلومة بتقولها طلع من دماغك صح في مكانها الصح وانت بتقرس سؤال كأنك بتحل مسألة ماس الجفن بتكتب بالقلم ورصاص الحاجات بتاعتك فانت وثق في نفسك وانت بتحل ده الهدف من انا بقولك لازم تعمل استدعاء وده بنقول عليه ان احنا بنجيب من الزاكرة المدى الطويل المعلومات بتاعتنا ايه عشان كده الكورس التأسيس مفيد بالنسبالك في الحتة دي تمام؟ طيب انا عندي هنا الوتر دي رمز بتاعي اللاين ده اللي هو موجود في الطبيعة حوالينا اللي هو الكالسيوم اوكسايد عندي اللاي اللاي دي اللي هي السوديوم هيدروكسايد او بنقول عليه المادة اللي بتزحلق او بتعمل سلايدنج دي الان اي او اتش السوديوم هيدروكسايد عندي البوتاش ده البوتاص اللي موجود في بيتنا ده يمكن انتم ما تعرفوش دلوقتي ده كان موجود زمان وكان الناس بتستخدموا مع الغسيل مادة مبيضة للهدوم بتحط مع الغسالة في الغسيل وكده دلوقتي طبعا الاختراعات دي اتلاغت تماما بس هو كمادة محتفظة ان هو مادة مزيلة للبقع اللي هو البوتاش ده كيتو سي او سري اللي هو بوتاسيوم كروميت طبعا عندي مين كمان عندي تيبل سولت طبعا معروف السوديوم كولوريت ده موجود في بيتنا بنشوفو كل شوية وموجود معانا في حياتنا ليل ونهار ما بنعيش من غير الملح ده بس هو برضو زيادة الملح ده مش صح يعني ده من احد السموم البيضة اللي احنا ما نفضلش انها تكون موجودة بنسبة كبيرة في الجسم طيب ده نوعه ايون الكمبوندو معروف جدا عندي مين كمان اللافنجاز اللافنجاز اللي هو نايتروجين اوكسايد نايتروجين اوكسايد نايتروجين اوكسايد ده من الغازات اللي بتستخدم يعني يعزين يرفاهوا الشعب كده طبعا مش عندنا بره نخلي الناس مبتسمة ومشي في الشارع مبتسمة بيمشوا يرشوا سوائل في الجو زي الرزاز كده وعشان يخلوا نفسية الناس كويسة ويخلوا الناس مبسوطة طيب عندي مين كمان؟ عندي البيكينغ سوضة بيكينغ سوضة ده لو البايدر الموجود في بيتنا سوديوم هييدروكسايد صوديوم بايكاربونات سوري صوديوم بايكاربونات ده نايتش tyo3 طبعا كل حياتنا صوديوم بايكاربونات طوضيا كيكا عيش كل حاجة اكل بتاعنا من صوديوم بايكاربوناتو ده احد الحاجات اللي برضو الآيوني저 موجودة معنا طب هنبدأ نتكلم عن إيه؟